السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائنا طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي وفيديو جديد وإن شاء الله في الفيديو ده هنقدم لكم مراكعة عامة على الفصل الدراسي الأول أو على مقرر الفصل الدراسي الأول في مادة العلوم وهنقدم لكم من خلال الفيديو ده أهم الأسئلة المتوقعة تيجي في امتحان الترم الأول وكمان شكل الأسئلة ونوعية الأسئلة وكل نوع من أنواع الأسئلة هنجيب جميع الأسئلة اللي تعرضتوا لها أو قبلتكم في دراستكم للترم الأول كله سواء أسئلة علل أو صوب ما تحته خط أو اكتب المصطلح العلمي أو أكمل جميع الأسئلة اللي ممكن تيجي لكم في الامتحان وكمان المقارنات فتابعوا معنا الفيديو للنهاية وبإذن الله الفيديو يكون مفيد جدا لكم وتستفيدوا منه وبتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح ويلا بينا نشوف مع بعض الفيديو وأسئلتنا النهاردة هتبقى عاملة إزاي النوع الأول من الأسئلة هو سؤال أكتب المصطلح العلمي طبعا السؤال ده طبعا سؤال ثابت وبييجي في الامتحانات بيجيب لك مفهوم ويقول لك معناه السؤال الأول مقدار ما يحتويه الجسم من مادة هو طبعا الكتلة بعد كده قوة جذب الأرض للأجسام بنعبر عنها بالوزن يعني الفرق بين الوزن والكتلة معروف قدامكم واضح جدا جدا بعد كده وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا كتلة لتر من الماء إيه بقى اللي بتكافئ كتلة لتر من الماء وهي من وحدات قياس الكتلة عارفين هو إيه؟ برافو عليكم بالضبط كده وحدة قياس الكتلة وتكافئ تقريبا لتر من الماء هو الكيلو جرام الكيلو ألف جرام واللتر ألف ملي وحدة قياس الوزن وتكافئ تقريبا وزن جسم كتلته ميت جرام هو ده إيه بقى؟ النيوتين اللي هي وحدة قياس الوزن بعد كده اكتب المصطلح العلمي آدات قياس الوزن إيه هو الجهاز اللي بيستخدم في قياس الوزن؟ طبعا هو الميزان الزنبوركي برافو عليكم آداء تستخدم لقياس كتلة الأجسام الكبيرة يبقى دي هو الميزان المعتاد من أدوات قياس الكتلة مقدر ثابت لا تغير بتغير المكان هو الكتلة جسم فضائي الجاذبية عليه تساوي ستس واحد على ستة الجاذبية على كوكب الأرض ده عبارة عن إيه؟ برافو عليكم أكيد واخدين بالكم من السؤال جسم فضائي الجاذبية عليه بتساوي واحد على ستة من الجاذبية على كوكب الأرض هو عبارة عن القمر برافو عليكم يبقى الجاذبية على القمر أقل من الجاذبية على الأرض بعد كده الاتجاه الذي يؤثر فيه وزن الجسم هو مركز الأرض طاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة هي الطاقة الحرارية والمؤشر الذي يساعدنا في التعبير عن مدى سخونة أو برودة جسم الماء هي درجة الحرارة بعد كده المواد التي تسمح بسريان الحرارة داخلها أو من خلالها هي مواد موصلة للحرارة طبعا دي كلها عن أسئلة عن الوحدة بتاعة الطاقة الحرارية المواد التي لا تسمح بمرور الطاقة أو الحرارة خلالها دي مواد غير موصلة للحرارة أسرع المعادن في توصيل الحرارة هو معدن النحاس عنصر جيد التوصيل للحرارة ويستخدم في صناعة أوان الطه هو عنصر الألومنيوم مادة رضيئة التوصيل للحرارة توجد بين الطبقتين العزلتين بترمز الشاي هو الهواء أداة تستخدم لقياس درجة حرارة الأجسام هو الترمومتر الطبي السائل المستخدم في صناعة الترمومترات طبعا السائل ده هو عبارة عن الزئبق وطبعا ليه بيستخدم الزئبق علشان هو قابل للتمدد ترمومتر يبدأ تدريجه من 35 درجة مقوية حتى 42 درجة مقوية هو الترمومتر الطبي السائل المستخدم في تطهير الترمومتر الطبي إيه هو السائل اللي نستخدمه في تطهير الترمومتر الطبي هو الكحول الإيثيلي بعد كده السائل المستخدم في صناعة الترمومترات قلنا هو الزئبق وبعد كده قلنا المطهر اللي نستخدمه في تطهير الترمومترات هو الكحول الإيثيلي ترمومتر يبدأ من درجة تجمد الماء وينتهي بدرجة غليان الماء ايه هو الترمومتر ده اللي بيبدأ من درجة تجمد الماء وينتهي بدرجة غليان الماء هو الترمومتر المئوي ترمومتر يفضل استخدامه في قياس درجة حرارة الاطفال هو الترمومتر الرقمي مواد مستخدمة في صناعة اواني الطه هي المواد ايه اللي بنستخدمها في صناعة اواني الطه برافو عليكم مواد جيدة التوصيل للحرارة عشان تساعد في طهي الطعام مواد مستخدمة في صناعة مقابل أواني الطهي هي المواد العزلة للحرارة علشان نعرف نمسك من خلالها قبضة أواني الطهي تاني نعمل أسئلة هو سؤال علل السؤال الأول بيقول يختلف وزن الجسم باختلاف الكوكب الموجود عليه وده لأنه كلما زادت كتلة الكوكب زادت جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه وزن شخص في منطاد مرتفع أقل من وزنه على سطح الأرض وده لأنه كلما بتعدى الجسم عن سطح الأرض أو عن مركز الأرض بتقل الجاذبية وبالتالي بيقل الوزن كلما زادت كتلة الجسم زاد وزنه ليه بقاه؟ لأن الوزن بيساوي الكتلة في عشرة بعد كده كتلة الجسم على سطح الأرض تساوي كتلة على سطح القمر ليه؟ لأن الكتلة مقدر سابت ولا يتغير الكتلة غير الوزن الكتلة الجسم على سطح الأرض بتساوي كتلته على سطح القمر لان الكتلة هي مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان يتبدد السلك الزومبوركي عند تعليق جسم به بسبب وزن الجسم والكتلة لا تتغير بتغير المكان لان الكتلة مقدار ثابت لا يتغير وزن الجسم لا يساوي كتلته عدديا الوزن ما بيساويش الكتلة عدديا لان الوزن بيساوي الكتلة في عشرة ضرورة وجود مسافات بين قطبان السكك الحديدية طبعا الحديد بيتمدد بالحرارة فلو ما فيش مسافات بين القطبان وبعضها فهيؤدي ذلك لانحناء القضيب مما يؤدي إلى طبعا تعصر حركة القطار فده السبب اللي بيخلينا نترك مسافات بين قطبان السكك الحديدية تصنع أواني الطهي من الألمونيوم أو الصلب المقاوم للصدق لأنه جيد التوصيل للحرارة نشعر بالبرودة عند ملامسة قطعة سلك ليه بقى؟ لأن الحرارة بتنتقل من إيدك للسلك ومش العكس لسبب انتقال الحرارة من اليد إلى السلك علم لما يأتي تستخدم الملابس الصوفية شتاء ليه؟ لأن الصوف مادة عزلة للحرارة وتؤدي إلى الاحتفاظ بالحرارة على الجسم بعد كده يستخدم الهواء في صناعة النوافذ الزجاجية العزلة للحرارة ليه بقى؟ لأن الفراغ اللي بيبقى موجود بيحافظ على درجة الحرارة لأن الهواء مادة عزلة للحرارة لا يمكن الاعتماد على حاسة اللمس في قياس درجة الحرارة لأن اليد لا يمكنها قياس درجة الحرارة بدقة يوجد اختناق في الأنبوبة الشعرية أعلى مستودع الزئبق في الترمومتر الطبي ليمنع عودة الزئبق حتى يتمكن الطبيب أو اللي بيستخدم الترمومتر من قراءة درجة الحرارة يجب رج الترمومتر الطبي قبل استخدامه ليه؟ حتى يعود الزئبق إلى المستودع يرجع مكانه مرة تانية بعد كده بيتأثر بالحرارة اللي هتتقاس فبيتمدد حتى يدل على قيمة الحرارة لا يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة غليان الماء لأن التدريج بتاعه بيوصل لدرجة 100 بس مش أكتر من كده البلاستيك من المواد رضيئة التوصيل للحرارة ليه؟ لأنه لا يسمح بانتقال الحرارة من خلاله يعطي الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة ليه بقى؟ بيعطي الزئبق مدى واسع لأنه يظل في الحالة السائلة بين درجتين سالب 39 سليزية حتى 357 درجة سليزية بعد كده أكمل ما يأتي تقاس الكتلة بوحدة نقط بينما يقاس الوزن بوحدة نقط برافو عليكم الكتلة بتقاس بالكيلو جرام أو الجرام والوزن بيقاس بنيوتين العوامل التي توقف عليها الوزن نقط وكتلة الكوكب الموجودة على الجسم يبقى كتلة الجسم وكتلة الكوكب الموجودة عليه الجسم وبعد الجسم عن مركز الكوكب بعد كده يعتبر نقط من وحدات قياس الكتلة وهو يكافئ كتلة لتر من الماء هو الكيلو جرام الكيلو جرام هو اللي بيكافئ كتلة لتر من الماء تمام؟ بعد كده كلما زادت نقط فإنها تحتاج إلى قوة نقط لتحريكه كلما زادت كتلة الجسم فإنها يحتاج إلى قوة أكبر لتحريكه جميع المعادل نقط التوصيل للحرارة جيدة التوصيل للحرارة برافو عليكم السؤال اللي بعد كده في أسئلة أكمل بيقول نقط يوصل الحرارة أسرع من الألمونيوم برافو عليكم النحاس لأن النحاس أسرع المعادل في توصيل الحرارة تمام؟ من المواد جيدة التوصيل الحراري نقط ونقط ونقط طبعا احنا قلنا جيدة التوصيل الحراري وأسرع حاجة النحاس يبقى نحطه اول حاجة النحاس بعد كده الالمونيوم وبعد كده الحديد من استخدامات المواد رضيئة التوصيل للحرارة طبعا صناعة الاياد بتاعت اوان الطهي او المقابض صناعة مقابض اوان الطهي وايه تاني ومقابض السلاجات او الغليات في نفس الوقت الحرارة صورة من صورة ايه برافو عليكم من صور الطاقة تنتقل الحرارة من الجسم نقط في درجة الحرارة الى الجسم نقط في درجة الحرارة الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل في درجة الحرارة زي ما اقولنا بنمسك التلج الحرارة بتاعتنا بتنتقل للتلج عشان كده بيبدأ يدوب اداة قياس الوزن الاسئلة دي اسئلة اختياري اداة قياس الوزن هي الميزان الزومبوركي جسم كتلته هم 200 جرام على سطح الأرض فإن وزنه يساوي نقط نيوتن 2 ولا 20 ولا 200 هو 2 برافو عليكم اختر الإجابة الصحيحة مقدار لتر من الماء يكافئ نقط لتر من الماء يكافئ 1 كيلو جرام برافو عليكم إذا كان وزن جسم في منطقة ساكن مرتفع عن سطح الأرض يساوي 70 نيوتن فإن وزن نفس الجسم على سطح الأرض يساوي كام طبعا المنطاد وأعلى من الأرض فطبعا وزنه هيختلف عنه عن وزن الأرض قوة الجاذبية الأرضية تتناقص بابتعاد الجسم عن الأرض أي مما يلي أصرح في توصيل الحرارة الزهب ولا الحديد ولا الألمونيوم ولا النحاس طبعا النحاس يستخدم نقط في صناعة أواني الطهي طبعا الألمونيوم الألمونيوم بيستخدم في صناعة أواني الطهي وفيه فرق بين صناعة أواني الطهي وصناعة مقابد أواني الطهي درجة حرارة جسم الإنسان السليم هي 37 درجة أقل درجة في الترمومتر المؤوي تمثل درجة تجمد الماء كل مما يلي من المواد رضيئة التوصيل للحرارة ما عادة إيه؟ الرضيئة الخشب، الهواء، الزجاج، الزئبق طيب المقارنات بقى هنقارن بين الكتلة وبين الوزن التعريف تعريفها الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة أما الوزن فهو قوة جذب الأرض للأجسام وحدة قياس الكتلة، الجرام، الكيلو جرام، والطن وحدة قياس الوزن هي النيوتن أدات قياس الكتلة، ميزان زو الكفتين، الميزان الحساس أما الوزن فالميزان الزنبركي اتجاه التأثير ليس لها اتجاه واتجاه التأثير في الوزن مركز الأرض تأثير تغيير المكان الكتلة لا تتغير بتغير المكان أما الوزن تتغير بتغير المكان بعد كده هنشوف مقارنة برضه بين المواد جادية التوصيل للحرارة و المواد رذيئة التوصيل للحرارة التعريف جايدة التوصيل هي مواد تسمح بسرايان الحرارة خلالها أما الرذيئة فهي عكسها مواد لا تسمح بسرايان الحرارة خلالها أمثلة المواد الجيدة الحديد و النحاس, والألمنيوم و الزقبق أمثلة المواد الرضيئة هي البلاستيك والخشب والورق والصوف الاستخدامات صناعة أواني الطهي والقدور والتانية صناعة مقابض أواني الطه والغليات والسلجات طبعا الترمومتر الطبي والترمومتر المأوي أنبوبة زجاجية سميكة يوجد بداخلها أنبوبة شعرية تتصل بمستودع الزئبق ده الترمومتر الطبي الترمومتر المأوي أنبوبة زجاجية سميكة يوجد بداخلها أنبوبة شعرية تتصل بمستودع الزئبق التدريج يبدأ من 35 إلى 42 سليزية ده الترمومتر الطبي المأوي يبدأ من 0 إلى 100 سليزية الاختناق يوجد اختناق في الطبي ولا يوجد اختناق في الترمومتر المأوي والسائل المستخدم هنا وهنا هو الزئبق والاستخدامات قياس درجة حرارة الإنسان أما الثاني قياس درجة حرارة السوائل بعد كده صوب ما تحته خط الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان طبعا الكلمة الخطأ هي الوزن والصحيح بتاعها هو الكتلة قوة الجاذبية الأرضية تزداد كلما ابتعدنا عن سطح الأرض لا هي بتقل مكان تزداد تقل إذا كانت كتلة الجسمة على سطح الأرض 6 كيلو جرام فإن كتلته على سطح القمر 60 نيوتن لا هي نفس الكتلة 6 كيلو جرام تمام يقاس الوزن بوحدة الكيلو جرام الكيلو جرام خطأ وتصححها نيوتن كلما زادت كتلة الكوكب قل وزن الجسم الموجود عليه طبعا ده خطأ هو بيزيد بدل قلة زادة يستخدم البلاستيك في صناعة الغليات والقدور طبعا البلاستيك خطأ وتصححها الألومنيوم المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات طبعا مختلفة عند سريان الحرارة خلال المعادن فإنها تنكمش لا هي تتمدد النحاس من المواد طبعا النحاس أسرع المواد موصلة الحرارة طبعا الخشب هو من المواد التي لا توصل الحرارة السائل المستخدم في صناعة الترمومترات هو الماء خطأ هو الزئبق تدريج الترمومتر المئوي يبدأ من 35 لا تدريج الترمومتر الطبي يوجد اختناق بين المستودع والأنبوبة الشعرية في الترمومتر المئوي في الترمومتر الطبي دي إجابة صحيحة أعلى درجة في الترمومتر المئوي هي درجة الغليان مش درجة التجمد بعد كده أسئلة متنوعة اذكر العوامل المؤثرة على وزن الجسم هي الكتلة الجسم وبعد الجسم عن مركز الكوكب وكتلة الكوكب الموجود عليه الجسم دي العوامل المؤثرة على وزن الجسم يفضل الزئبق في صناعة الترمومترات ليه بيفضل الزئبق؟ لأنه معدن سائل وفضي اللون يمكن رؤيته بسهولة خلال الأنبوبة وبالتالي بيسهل قراءة الحرارة ولا يلتصق بجدار الأنبوبة وجيد التوصيل للحرارة ومادة منتظمة التماسل يعني كل دي حاجات مهمة يعطي مدى واسع لقياس درجة الحرارة طبعا بالشكل ده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله فيه فيديو تاني هنكمل فيه الأسئلة المتوقعة في امتحان الترم الأول في مادة العلوم للعام الدراسي 2022 أتمنى يكون الفيديو أفات حضراتكم وإن شاء الله تستفادوا من الأسئلة دي ونراجع الفيديو تاني بصورة أبطأ علشان فيه أسئلة سريعة مرين عليها بسرعة تقدروا ترجعوها وتوقفوا الفيديو وتتأكدوا من الإجابات الصحيحة وبتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته